بارنا الميدانية والبداية من ريف دمشق حيث ألحقت قوات جيشنا الباسل خسائر فادحة في صفوف إرهابي جبهة النصرة ووقعت أعدادا من الإرهابيين قتلى عند شارع فايز منصور قرب مقهى الزيزافون في حجيرة بينهم الإرهابي الأردني نايف الغضب والأفغاني أبو بكر كهرماني وقاسم النعيمي كما دمرت عتادا وأسلحة وذخيرة وقضت على إرهابيين في بلدة الحسينية بينهم متزعم إحدى المجموعات الإرهابية عاليد شنوان عالي النوميري ومحمد الرجا إلى ذلك تم تدمير تجمع للإرهابيين بما فيه من أسلحة وذخيرة بينها رشاشة ثقيلة في ببيلة وإيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين ومن بين القتلى محمد خليف وناصر الزعل في منطقة التل بريف دمشق أعاد بواسل قواتنا المسلحة الأمنة والاستقرار إلى حي الغرب بعد القضايا على عدد من الإرهابيين وتدمير تجمعاتهم كما حرر بواسل قواتنا عددا من المواطنين المختطفين وكان لكاميرا تلفزيون لقاء مع أحدهم طالع والله عند أهلي أنا على عين مني رحت لعندهم قعدنا تغدينا ومبسطنا حملت حالي ونزلت نزلت ش الساعة خمسة لمسا تقريبا أربعة ونص بس وصلت لنص التل قلع لي أربعة معن سيارة مازدة لونة زرقة أما شتقر واحد الأربعة عاملين سلاع لي صف على اليمين صف على اليمين نزلوا بالمسدسات على راسي وكلبشوني لورا حطوني بطبون السيارة حطوني بنظارة كانوا خطفين واحد فيها قال لي هذا اللي خطفك أنت أبو عبدو ما بعرفش وهدا بياخد مصاري بيجيبهم كذا لقحوني على الأرض مدل بإيذن عصا ونزلوا فيه ضرب وضرب ضرب بدون رحمة بدون وعي بدون كذا لك على شو جابوا كبل كهرباء حطوا فيش الكهرباء وبلشوا يحطوا الفيش بالكهرباء ويحطوا على جسمي أنا كل جسمي رج ومع راسي حس حالي شوي شوي عموت أو أنه عم بفقد الوعي بالغرفة اللي حبسين فيها جاءت طلقة بالشباك صار الجيش يضرب عليهم الجيش السوري الله يحميه قاموا نقلوني من المحلي الأنا فيه على بيت تاني يعني قام نفس القصة كمان الجيش وراهم فايت عليهم وهي بده يحررني نطيت وركضت عند الشباب عند الجيش السوري قاموا ركضوا الشباب الله يحميوني خلصوني وأخذوني أنا شو عامل يكون ولكن أي واحد محلي شو عامل يكون واحد نازل بسيارته تجيبه وتاخده وتعزبه وتعزبه التعزيب لشو محرام عليكم ما خافت الله ما عنده ما عنده ما عنده الله لا يوفوه وفي درع ضبطت قواتنا المسلحة الباسلة خلال ملاحقتها لفلول العصابات الإرهابية المسلحة في قرية خربة غزالة ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ودمرت معملا لتصنيع الأبوات الناسفة وقضت على عدد من الإرهابيين بعضهم جنسيات غير سورية وفي بلدتي الطيبة والجيسة وقع اقتتال مسلح بين عصابتين إرهابيتين استخدمت فيه أسلحة متوسطة وأدى للشباك إلى وقوة عداد من الإرهابيين قتل ومصابين إلى ذلك استادفت قواتنا المسلحة الباسلة تجمعات للإرهابيين وأوكارهم في درع البلد وبلدتي تسيل والشبرق وكبدتهم خسائر فادحة وفي حلب وريفها واصلت قوات جيشنا الباسل عملياتها المركزة ضد تجمعات الإرهابيين وأوكارهم وأوقعت معظم أفراد عصابة إرهابية قتلى في كمين محكم عند مفرق السروات بخان العسل ودمرت رشاشا ثقيلا وعتادا كانت بحوزة الإرهابيين كما دمرت مدفع هاون وآخر مضاد للطيران من عيار 23 ملي متر عند كازية الخولندي وغرب معمل الزجاج وأردت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين في الزراعة ومحيط مستودعات الحديد بالمسلمية وقضت قوات من الباسل على عدد من الإرهابيين في بيانون وطاط مواص وعين دقنة ببلدة منك ودمرت لهم مدفع هاون كما تم تدمير كمية من الأسلحة الحربية والذخيرة في حيلان والقضاء على عدد من الإرهابيين عند مدخل المدينة الصناعية بينهم أحمد الحموي الملقب بالطبع وفي ريف إدلب قضت قوات من الباسل على عصابة إرهابية بالكامل تابعة لما يسمى لواء التوحيد كانت ترتكب جرام سطو وسلب وقطع للطرقات بين المصومة والجبل الوسطاني وريف ابن القتلى أحمد السيمان الشيخ وعقبة الشيخ محمد ومروان حسين الياسين وياسر عبد الله الحميد ومحمد عمر السلوم وقضت قواتهم مسلحة لعداد كبيرة من إرهابي جفهة النصر حوالوا الاعتداء على معسكر الشبيبة ومعمل القرميد من بينهم بلال دردورة متزاعم ما يسمى لواء يوسف العظمة كما تم تدمير مدفع هاون ورشاشات ثقيلة كان الإرهابيون يستخدمونها في جرائمهم الإرهابية واعتداءاتهم على مطار أبو الظهور والأهالي وممتلكاتهم في قرى وبلدات الترعة وطلب وأمجرين والحميدية والبويضة وقرن غزال ولاحقت قواتهم باسل عصابات إرهابية في منطقة الجانودية وتلدهب وقطرون وطيباط وجبال الأربعين ومعارض النعمان وعارض مصرين وبنش ونحلية ومجدلية وحيش ودمرت أسلحتها وذخيرتها وعتادها وفي ريف حماش تبكت واحدة من جيشنا الباسل مع عصابة إرهابية تابعة لما يسمى لواء أحفاد الرسول في قرية قصر أبو السمرى وأوقعت جميع أفردها قتلى ودمرت أسلحة ثقيلة عتادا كانت تستخدمها في جرائمها ضد المواطنين والأهالي كما أعارض قواتنا الباسل الأمن والاستقرار إلى بلدتين زور أبو زيد وزور العاصي بريف حماش بعد أن قضت على آخر تجمعات الإرهابيين وأوكارهم وفككت عشرات العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الطرق العامة بالبلدتين كما قضت على أعداد من إرهابي جبهة النصرى كانوا يرتكبون جرائب سلب ونهب وقطع للطرقات بين حلفايا وطيبة الإمام ودمرت عددا من أسلحتهم الثقيلة وفي اللاذقية قضت وحدات من جيشنا الباسل على تجمعات الإرهابي جبهة النصرى في قرى وبلدات المريج والكوم الفوقاني والكوم التحتاني ودمرت شاشات ثقيلة وأسلحة متنوعة بحوزتهم كما تم التصدي لإعداد من الإرهابيين قرب قرية تكفرية وتم تدمير أسلحتهم وذخيرتهم وإيقاع معظمهم قتل ومصابين في حين لاذا أخرون بالفرار